احنا بنتكلم بقى على مكانة الاهل وانتصاراته الاهل في مشاركته في الدوري الافريقي الناس كتيرة كان بتسأل هتتفرج على البطولة الجديدة دي فين قناة ابو ظابي الرياضية اعلنت عن بث مباريات الدوري الافريقي الجديد مجانا ونشرت القناة على حسابها على موقع اكس لو رويتر سابقا انه قنوات ابو ظابي الرياضية حصلت على حقوق بث دوري كرة القدم الافريكان سوبر ليج ليتم بث كل المباريات عبر قنواتها المفتوحة والحقيقة ده برضو فرصة اكتر لانعاش هذه البطولة لكن من الدوري الافريقي ولقاء الاهل فيه الافتتاح اللي هيكون ان شاء الله 20 اكتوبر مع سنبا التنزاني في دار السلام الى دوري ابطال افريقيا دوري ابطال البطولة اللي بقت محببة عند جماهير النادي الاهلي لان هي كمان بوابة المنديال من خلالها الناس عرفت الاهلي في اليابان وعرفت الاهلي في كل الدول العربية اللي استضافت نسخ هذه البطولة المنديالية وفي التنزيب العلامي ليصبح الاهلي المنديالي بجد زي ما كابتن هيسم قال مفيش نادي ابدا في العالم عنده تلت مشاركات في التلت العاب الجماعية الكبيرة في كأس العالم للاندية في موسم واحد الا الاهلي فاذا كان في حد يستحق لقب المنديالي فمؤكد انه الاهلي بامتياز تحية لكل من ساهم في الوصول بالاهلي الى هذه المكانة العالمية الكبيرة دورة ابطال افريقيا النسخة للاهلي هيدافع فيها عن لقبه هيستهل لها ان شاء الله تعالى مساء الأحد ساعة سبع مساء بلقاء سان جورجي الأسيوبي كان المفروض المباراة تقام في أدس لكن تم التنسيق والفريق الأسيوبي هيجي يلعب مباراة الزهاب بتاعته في القاهرة كمان يوم الحد هو الزهاب كانت هناك عشان كده فيه منطق هو لك هنلعب لتما نعود أسبوع هنا واستفيد من تأقلومي نلعب مباراة الياب وتأقلم عليها أيضا وهي رسالة ما تاخداش بالمعنى السلبي ولا نبقى احنا ناس مش واخدين بالنا شوية أي فرقة بتلعبك بتلعبك عشان تاخد الحزوز في أعلى درجاتها بالنسبة لها هو لما قرر يلعب المطشين عشان يتأقلم ويقدر يؤدي في المباراة الثانية بشكل وهو أكثر دراية وتأقلما على مناء إذن فيه جدية هو ينظر إليك بشكل إزاي أحصل على أحسن الحزوز فهو يبدو أنه يقول ساب حزوزه ونلعب على أرضه لأ في وجهة نظر تانية أراها عندما أتعمق في قراءة المشهد أنه يسعى إلى مزيد من التعاود والتأقلم عشان يقدر يؤدي في المباراة الثانية بشكل قوي مؤكد أن أنت هتشوفوا تدريبات الأهلي وتطمنوا أكثر على فريق الناد الأهلي لكن عايز أقول كمان بالنسبة للتذاكر بعد موافقة الجهات الأمنية مشكورة على الحضور 30 ألف مشجع في مباراة الأحد إن شاء الله تم تحديد أسعار التذاكر وطرحها المأسورة الأمامية بـ 350 جنيه والدرجة الأولى بـ 150 والدرجة الثالثة بـ 75 والفان آي دي شرط لدخول المباراة ده اللي تم التأكيد عليه لسرعة الاستخراج للموسم الجديد حتى تتمكن من دخول المباراة ومؤذرة اللاعبين إن شاء الله تعالى أظن يعني التذاكر أسعارها معقولة يعني مع زيادة عدد الجماهير كمان ممكن التذاكر تنزل عن كده كمان لكن نتمنى التواجد الجماهيري بقى لأن الأهل محتاج جماهيره في كل لحظة ده بالتأكيد النهاردة كمان الاتحاد الدولي أعلن عن تصنيف المنتخبات الأفريقية والتصنيف الشهري العام احتفظ منتخب مصر بتصنيفه الخامس بين منتخبات القرى وكمان الاتحاد الأفريقي أعلن عن التصنيف الخاص ببطولة الأمم الأفريقية عشرين تلاتة وعشرين قال الكاف أنه منتخب مصر تواجد في التصنيف الأول اللي بيتواجد فيه معه المنتخبات المغرب والجزائر وتونس والكودفور والسنغال والتصنيف التاني فيه الكاميرون ونيجيريا ومالي وبركينافاس وغانا والكنغو والديمقراطية والتصنيف التالت جنوب أفريقيا وغينيا والرأس الأخضر وزنبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا والتصنيف الرابع أنجولا وغينيا بيسا وموزنبيق ونميبيا وجنبيا وتنزانيا دي التصنيفات الأربعة للمستويات اللي حتتعمل بينها القرعة لبطولة الأمم الأفريقية اللي حتكون في أبي جان يناير اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله يعني احنا طبعا التحدي الأفريقي أصبح له علاقة وثيقة بقيمتك التسوقية ومن هنا جاءت أهمية مشاركات النادي الأهلي وحرصه في المقام الأول على تواجد أكثر عدد من المرات الوصول وأيضا تحقيق أبعد نتاج يقدر يوصل له لأن هي دي المكانة اللي أنت بترتب عليها وتصنف عليها واللي بتبعدك عن أي حد تاني في السوق الإقليمي حتى مش المحلي بتخليك صاحب مكانة بتقرب جدا من الأندية الأوروبية الكبيرة ودي اللي بتجيب لك قيم وشركات أنا يعني من السنة اللي فاته أنا بقولك أتمنى نخش في الرعايات بتاعة النادي الأهلي على الشركات اللي هي دولية مش المحلية بقى فإحنا دلوقتي السنة دي حققنا خطوة مهمة جدا دخلنا في كل الرعاة بتوعنا على المالتي ناشنل متعددة الجنسيات وبعضهم بجنسيات منفصلة فنجد الرعاة بتوع كلهم في مجال الاتصالات في مجال الغاز والبترول في مجال البنوك في أخيرا في مجال الغذائيات الشاي أنا قلت لك آخر مروق العقد بتاع لبتون لبتون مرضيتش أقول لك الاسم لبتون في الغر الأهلي لبتون في الغر الأهلي من تكون تاخر مزاج الحلق اللي فاته الأهلي الأهلي مزاجوا لبتون دلوقتي ناس كتيرة ابتدت تستجيبوا تقول لك لا إذا كان كده بقى مزاجنا يتغير وده اللي أنا طالبه خليك وراء الرعاة حسسوهم يعني إيه لما يبقوا معكم أنتم تبقوا معهم استخدموا منتجات الرعاة اللي بيروحوا للأهلي عشان هي دي المساعدة مش عايزين تقول يعني نديك ونديك في إيه مش عايز منك فلوس بشكل مباشي بس وإنت بتستهلك استهلك من منتج الراعي اللي بيحب الأهلي على ذكر حب الأهلي يا جماعة حتى اللبسة أستاذ إبراهيم اه اتبعك شركة عالمية بتلبسك على ذكر حب الأهلي والمخلصين للأهلي بالذات اللي رحلوا عنده نيانا كان الأسبوع ده ذكر رحيل كابتن سابت البطل علي رحمة الله لأن احنا زيبا بنتكلم على الحاجة تيسير الهواري واحد من أعضاء النادي ورموزه واحد من لجنة الحكماء الكبار في النادي بنتكلم كمان على كابتن سابت في ذكرى رحيله اللي كانت الأسبوع اللي فات كابتن سابت وهو حارس مرمع يمكن ناس كتيرة ما خدتش بالها انه سابت البطل اختبوت حراسة المرمع يمكن في عصره وفي جيله والمنافس المباشر معاه كابتن إكرامي بالستايل بتاعه الاتنين كانوا ما شاء الله من أفضل حراس المرمع في تاريخ الكرة المصرية كابتن سابت البطل في موسن صعب وبيلعب ضد الزمالك بعد ما كان سنه كبر والناس طلبت بالاعتزال يكون كابتن سابت نجم مباراة القمة ويتكلم عنه الكابتن عصام بهيج مدرب الزمالك وقتها بس الاتنين الحياة كانوا في ضيافة الكابتن الكبير